موسيقى كتير ناس بيحكوا فيه ايام بخوف ايام بيستهتر انه ليش مين قال انه في جهنم مين قال انه في مطهر ومين قال انه في سمع للأسف دايما نسمع ايام اشخاص انه شو ما عملنا على الارض يلا بكرة منمرق بالمطهر شوي بيمشي الحال ومنرجع نطلع على الجنة هاو اللي بيوصلوا بالمطهر في ناس بيقولوا حتى المطهر مش موجود لا دخلك هيدا بيطملنا بالنا انه موجود خبرنا عبونا روي بما انه ربنا كلنا بنعرف انه هو بيزيته الرحمة اله الرحمة ليش بده يقصصنا حلو هلا نحنا كلمة قصاص يمكن تعودنا لانه شي بشع بس خلينا ما نستعمل كلمة قصاص خلينا نستعمل كلمة الله العادل و الله الرحوم كل مرة بنقول كلمة الله نحكي عن كمال يعني بس نقول الله كل صفة بنعطيها لالله بده تكون كاملة مش ناقص منه شي الله اله كامل بالرحمة و اله كامل بالعدالة ما فيه واحدة تاخد محل واحدة طيب اذا الله كامل بالعدالة و كامل بالرحمة فاذا ما فيه لمن يرحم ينقص من عدالته و ما فيه لمن يكون عادل ينقص من رحمته راح خبري خبرية صغيرة هيك بنطلق أنا وياكي منا مع اللي عم يحضرونا بتوضح شوي فكرة العدالة والرحمة تنقدر نفهم جهنم والمطهر بطريقة منطقية قال فيه قادة عادل تنعتبر هذا القادة عنده صفة الله يعني عدالته مطلقة هيدا القادة معروف عنه بضيعته انه زلم ما حدا بلعب له بعقله ما حدا بغير له افكاره و اخلاقه ما حدا بدق فيه خلص صارم و عادل و از بيوم من الايام بنته بتعمل جرم بتعمل جرم كبير و بتعرف الضيعة انه هيدا الزلم معروف عنه بقضاءه كيف بيتصرف كيف بيعمل كيف بيحكم راحت الضيعة كلها لحتى تحضر المحاكمة تبع بنته هنيك بقلب المحاكمة ناطرين لا يشوفه هل راح يكون رحوم لانه هيدا بنته او بد يكون عادل متل ما تعودوله و يعطي القرار المزبوط و كله المنتظرين شو انه يستعمل الرحمة لانه بنته هيدا القادة ما حدا بيعرف انه بقلبه فيه رحمة ولكن مخلوطة بقلب عدالته فشو عمل اخد القرار الصح و حكم علي اقصى حكم اقصى عقوبة والكل انصدم والكل قال انه كيف عم يتصرف هك مع بنته يا عم بنته هاي ما عنده رحمة صاروا هن اللي رايحين يتفرجوا عدالته صاروا مع رحمين اكتر منه يعني و از بقلب لابنته بيحكم و بيدرب على الطولة على الاوصل العدالة و بقلب لها هيدا الحكم انا بطلقه بس بدي اطلب منك ترجع على البات بيطلعوا كلهم كيف ترجع على البات بقلب لها انا حكمت بالعدل بس انا رح نفز الحكم شفت الرحمة وين والعدالة وين صار الله عادل للاخر اذا اكلتوا من السمرة بيقلهم لادا محوى موتا انت موتان فاذا فيه موت صار فيه عدالة اذا خطيتوا بدي يكون فيه سبب بدي يكون فيه نتيجة للمشكلة طبعكم للخطيئة طبعكم فيه الا نتيجة فاذا الله بيقلنا انه انا عادل للاخر ولكن رحمته الكبيرة شو عملت ردتها على البيت ماتت على الصليب ردتها على البيت ماتت على الصليب ردتنا على بايتنا الابوة صح قلت لنا روحوا على حياتكم رجعوا ابنوا حيالكم ولكن كل الوقت نحنا عم نستمد هاد الرحمة من صليب الرب اللي بده الباب مفتوح واللي ما بده اللي بده اكيد صح الباب مفتوح واللي ما بده فينا نحكي ساعة عن جهنة ليه؟ شو هي جهنم؟ شو هي جهنم؟ جهنم لكل اللي بيخافوا منها أكيد بدنا نخاف منها لأنه تخيل أنت منك حقيقية هويتك مش مزبوطة لمن أنت ما بتعيش أنت وبتبطل أنت بتطلعي من ذاتك بتصير إنسان ميت في عيش بحياته على الأرض جهنم من هون بتبلش صح؟ لأنه شو هي جهنم؟ هي رفض لله رفض قاطع في محل بالإنجيل بيقول يسوع أنه كل شيء يغفر لألنا إلا التجديف على الروح القدس شو هو التجديف على الروح القدس؟ إن السب؟ لا مش هذا التجديف التجديف يعني رفض الله بمجرد ما أنا أرفض الله بلاش تعيش جهنم؟ من هون يعني ما بدي أنتر إن يعيشوا فوق لمن أنا بترك الله بصير بشرع لإلي كل الأفعال اللي ممكن أعملها منيحة أو مش منيحة لأنه في ناس بيقولوا إيه ممكن أنا كون عم بعمل أفعال منيحة بس بدون الله لأ أنت بعدك إبلان الله بس بطريقة غير مباشرة ولكن اللي بيرفض الله نهائيا بيعمل أفعال الشيطان من هون عن الأرض هو اللي بيقتل هو اللي بيظلم هو اللي بيأزي هو اللي يعني بيعمل إجرام وبيبرر حاله كيف معقول يوسع الإنسان لها الدرجة من الشر؟ هل لأنه كان ناطر عدالة الله ورحمته وما شافه؟ بصير ينقلب هالقد شرير بصير يقول أنه كيف هو مثلا عادل مع هيدا الشخص تنقول صار عنده شو ما بده نحكي بالإشارة الأرضية هلا ما رح نحكي عرفت كيف وكتير هيدا منشوفها بحياتنا اليومية أنه لا ربنا موفق وهيداكي عنده كل شيء وربنا أعطيه وأنا ما أعطيني ساعتها بصير يرفض أنه كيف الله عادل كيف الله رحمه نعم بس بس مش هيدا مش هيدا الحالة اللي عم نقصد فيها لأنه هيدا تبرير صار نحنا منبرر حالنا الإنسان هين أنه يبرر حاله بكل شيء بيحط الحق على حدا بيقول أنه الحق على الله بدأ الأرحم واحدة حط الحق على يمكن خبرتك يمكن ما بعرض إذا خبرتك شيء مرة عن الرسام يلي رسم يسوع المسيح عم بدق على باب وهو عم بيرسم ما رسم له قفل للباب ولا رسم له مسكي من بره ولا شيء باب هيك ويسوع عم بدق بيسأله ولد صغير بيقول له كيف عم بترسمه عم بدق على باب ما قل له لا مسكي ولا قفل كيف بده يفوت بيقول له الله بدق على باب قلبنا والقلب مفتاحه من جوه مش من بره فهذا الإنسان يلي بعيش هاك بهالطريقة اللي عم تخبريني عنا هذا هو مسكر قلبه لأنه الله بدل حقنا وبدل يجرب فإذا شو هي جهنم جهنم موجودة جهنم موجودة للشخص يلي ما بده يفتح قلبه خلص سكره وما بده يعني رفض الله بس بيقول لك شغلة لو آخر لحظة من عمره رجع تاب لو آخر ثانية من عمره رجع تاب هيدا القاضي العادل بيرجع بيقول له بهاللحظة اللي تبت فيها أنا رح أرجع أستعمل رحمته ورح أنا أحمل عنك الصليب هيدا إلهنا هالقد رحوم لآخر لحظة وما في عنده وقت يعني ما فيك تجي تقليله إنه هذا ممرأ كل عمره رافضك آخر ثانية تغير إذا آخر ثانية كان تايب إذا كان تايب من كل قلبه غير الله رح يستقبله هيدا جهنم من هيك بيقولوا لازم دايما نكون مستعدين لنعرف متى تأتي هذه اللحظة بكل يوم بنا نعيشه كأنه هلأ كأنه هلأ يعني كل يوم بنا نعيشه كأنه هيدا آخر نهار كل يوم بنا نعيش هيك حلو يعني التوبة خلينا نحكي عن المطهر نعم لأنه المطهر في ناس ما بيقامنوا إنه موجود في ناس بيقولوا يا جهنم هلأ بس يتوب بروح بيرجع دغري على الجنة أم بدي يوم رؤك كمينا هيك شو قصة المطهر هلأ المطهر نحنا بنخاف منه انت بتعرفي بالأبانة كنا نقول نجينا من نار جهنم جهنم والمطهر بفعل الندامة منقول نجينا من نار جهنم والمطهر هلأ نحنا ما بقى نقول مطهر عطول نجينا من نار جهنم لأش لأنه المطهر منه شي بشع هيدا بدي يقوله لكل الناس وبدأ الناس تفهم المطهر هي رحمة الله لو ما الله رحوم ما في مطهر المطهر منه أصاص والمطهر منه ضربة والمطهر منه وجع المطهر هو رحمة الله الكبير يلي عم تسمح لي مع هالوصخ اللي أنا حامله إنه أقدر نظف تفوت ليش في مطهر هلتا نحكي ليش في مطهر مش كل البشر لازم يمرقه فيه يعني مش ضروري هلأ هاكي بصير أنا محل الله ما في يقوله أنا أحكم إذا لازم يمرقه فيه لأنه بس الأدسين يمكن بيطلعوا دغري على الجنة مش معقول أنسان يكون عايش حياته البشرية وكأنسان ويقدر كل حياته ما يمرق بي ولا 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 خطية بس مظبوط بس ما هي مش إذا أنا اليوم بعترف في سر الاعتراف في سر التوبة في سر المصالحة في أفعال الحب يلي بقول عنه مربولوس تستروا جمعا من الخطايا المحبة تستروا الخطايا يعني أنا اليوم بحياتي أنا عم بعمل أفعال حب أنا عم بعود عن أخطاء ممكن عملتها سهوا أو بدون ما أنتبه أو بدون ما أعرف ولكن ليش فيه المطهر فيه اليوم يلي بيعرفوا بالحق فيه الحق العام وفيه الحق الخاص على الأرض جيت أنت قتلت إنسان بعيد الشر قتلت المخرج بقى أشقلك جلاته بدل يحكيكي بدل يحكيكي قلتيله بدأك قتلتي إجوا أهله أسقطوا حقهم إذا هنما أسقطوا حقهم أنت رحت أعدام أو مقبض أسقطوا حقهم هيدا الحق الخاص ولكن أنت شو عملت أنت أزيت ناس نفسيا واجتماعيا وإزيت المجتمع طبعك ففيه الحق العام يلي الأنوم بطالب فيه أنت اليوم كسرت لمبة بلدية أسقطوا الحق عنك بس العالم اللي عم بيمرقوا بطلوا وعم بيقشعوا لأنه الضوء بطل موجود فيه حق خاص فيه حق عام كل خطيئة بنعملها لميم ما التقاين فيه هي خطيئة ضد الله فنحنا بسر الاعتراف شو بصير بيسقط الله حقه الخاص بيقل لي أنت ابني وأنا بحبك بس فيه خطيئة بعدها عم بتخرب فيه خطيئة بعدها مفاعلة عم تمشي بهيد الأرض فيه ناس بكيت فيه ناس تقلمت فيه ناس خسرت فيه ناس عملت أنا تبت وبكيت وقال للرب أنا بسامحك بس فيه الحق العام هيدا الحق العام يلي هو نتيجة خطيئة يلي بعدها عم بكسر وتعمل بس نحكي كلمة عا حدا نعمل نميمة بتصير تنقلها الخبرية وتنقل بروح أنا باعترف فيها بس ما هي بعدها عم تنقل من محل محل وأنا اللي ولعتها بيجي الله بسر الاعتراف بيسقط حقه الخاص بيقلي أنا عالصليب بدمي بغفر لك كل خطيئك بيبقى فيه الحق العام تبين بيجيب حقهم لكل هالناس اللي أنا أزيتهم بخطيئة هاو دي هون بيجي الأفعال الحب والرحمة بس قد دي بدي أعمل أفعال حب والرحمة هون ما منعرف شو المئيس ولكن إذا بقي أنا فيه شي بدي أدفعه من وراء خطيئة الرب دفع عني كل شيء الخاص والحق العام بيمرق بشيء اسمه مطهر شو هو المطهر؟ هو شقف من السماء لأنه أنا بوصل قدام الله حامل كل شيء على الأرض من خطايا اللي انغفرت راحت واللي ما انغفرت بعدني عم بشتغل عليها بعدني عم بشتغل عليها بس بوصل أنا مش الله بيحكم علي وهيدي الشغلة ما منعرفها كمان مش الله بيقل نزال عجهنم أو مرق على المطهر أنا حالة النفسية قدام ليان بالحب في نقص بالحب بدي أرجع عبيه في نقص بدي أرجع نطفه هون بقل له للرب أنا بدي أقطع بالمطهر أنا بدي أطهر لأقدر ألمس جمالك أنا إذا وصلت أنت حطين لك طولة أكل وصلت مجوية تقدي وببلش تأكله؟ إذا أمك منطفة تأكل غسل إيداك قبل أنت بتقليله لأمك مش هي بتطلب بتقليله ما أنا ما رح دق بشيء بدي غسل قبل هيدا اللي بدي غسل قبل هو المطهر ولكن أنا رفض الأهل ورفض الطولة ورفض العزيمة ورفض البعت هاي جهنم بس أنا اللي برفضها كمان أنا بوصل بقول له لأ الله أنا ما بدي أك هيدا جهنم هل المدة الزمنية طبع المطهر لكل نفس المدة أم حسب كل واحد حسب أفعاله؟ هون نحنا عطول منفكر فيها بوقت ولكن عطول بدنا نرجع نتذكر أنه برات الحياة برات الوقت فإذا صارت حالة عم تتنظف وتتنقع هيدا الحالة الزمنية ما فيها وقت أنه أنت بك تقعد عشر تيام بك تقعد عشر تيام شهر لا أنت في روحك يلي نجاوت بدنا ننظفها ما في وقت هاي عم ترجع الروح تنظف يمكن بثانية تنظف من حس زمن يمكن بلحظة من حس زمن ما فيه إلى وقت نحنا منحسب وقت على الأرض هذا بساعد صلاتنا نحنا للأنفس المطهرية وووو كتير هود كتير أيام ما بينسبون يعني منصلي لموتنا ولكن ما منصلي للأنفس المطهرية ليش الأنفس المطهرية بحاجة لقلنا مثل ما كنت عم بقول على الأرض في وقت برات الأرض ما في وقت هون في حريتي بإني أخذ قرار اتصرف بره خلصت هيد الحرية لأنه بلشت العدالة بلشت عدالة الله هون اليوم أنا بياخد قرار بدي الله ما بدي الله بدي أعمل شار ما بدي أعمل شار بدي أعمل حب لحتى عود عن الشار طبعي عم بياخد قرارات بس موت ما بق في أخد قرارات اللي عملتهم حملتهم معي خلص شو بيجي دورة أنا اللي بعدني هون بكل حرية أني صليلهم شو يعني صليلهم يعني قلوا للرب أنا بحبهم قلوا للرب خود من حبي يلي عم بعطيه من وقت من التأملي هذا الحق العام عم بقلوا أنا بتخلى عن حق كمان أنا معك وبصليلهم وبطلب أنه أنت تخفف من أوجاعهم أو تطلعهم مش معنات أنه قال له ما بده يخفف من أوجاعهم وأنا عم بقل له يخفف من أوجاعهم لا أنا عم بقل له يا رب خود من اللي أنا قادر أعطيه وستعملهم لقلهم يعني كأن كيف يسوع على الصليب يسوع هو يعني غير الخاطئ يلي ما بيستحق أنه يموت مات نحنا منقول باستحقاقات ربنا يسوع المسيح عن إحنا عم ناخد رحمته عم ننرحم باستحقاقاتهم لا لأنه ما عنده خطيئ ليه بده يموت فإذا بميزانه هو ما عمل شي هو حمل كل الخطايا وكل الأحكام بدون ما يكون فيه سبب صلنا نحنا بحيالة سبب منعمله نقدر نسحب عن الصليب من اللي تحمله هو نحنا كمان على الأرض نشترك بألام يسوع المسيح نشترك بالخلاص مع يسوع المسيح فشو منصير نعمل كل فعل حب ولو صغير وأنا هون بقلهم للناس بتبهوا أفعال الحب والرحمة اللي بيشوفها الرب من أصغر فعل الولاد الصغار اللي كانت تظهر عليهم العذرة بفاطيمة وكله الولاد الصغار اللي تقدسوا يمكن كانوا يشيلوا وصح على الأرض بحب ويقولوا كرمال الأنفس المطهرية كرمال الناس يلي بعد عم تكفر بأله على الأرض كرمال الناس اللي بعيد عن الكنيسة وعن الحب بأفعال صغيرة نحنا منكون عم نصلي لأن الصلاة هي حب بيجمعني مع كل الناس لو ملتقات فيهم صح هلأ ربنا قال أنه في أخطاء مميتي وأولى التجذيف بس الناس بصيروا يبرروا لحالهم أنه وإذا طيب حكينا هيك وإذا غضبنا وإذا حكينا وأنا ما عملت شي أيهن الخطايا يلي فعلا لازم نروح نعترف عند الكاهن حتى ناخد الحل عليهم نعم في خطايا اليوم نسمعهم خطايا مميتة وخطايا عرضية خليني بلش بالخطايا العرضية خطايا عرضية يعني أنا مش قصدة يعني بتصير يوميا اليوم ممكن يغضب واحد بلحظة معايا مش مقرر مش أنا مقرر أغضب نية في النية أساسية بس أنا اغضبت أنا طلع مني كلمة مش منيحة أنا صار معي حدث أو في خطايا عم بشتغل علي عم بشتغل علي هوا مرات عم برجع قوة عفية هوا خطايا عرضية لأنه نحن بشر ونحن ضعاف بيقول أحد الأدسين طلب من الله يعطيني القوة لحبه بيقوم بيعطيني الضعف تأتكل عليه هيدا الضعف يلي موجود بحياتنا بيخلينا نتكل على الله ونعرف حالنا أنه نحن هالقد لأنه بيخدنا للتواضع وإذا ما أخدنا هيدا الضعف للتواضع بيخدنا على الكبرية وهنيك كل الخطايا موجودين هيدا يمكن المميتة هيدا كل وكل اللي بتجيبهم معه مميتة لأنه صحيح الكبرياء بدي تجيب معه كتير إش مزبوط تعرفي هيدا الأدسي يلي نزلت ع جهنم وطلعت ع السماء قالت لهم بجهنم شفت كل الخير بس ما شفت تواضع وبالسماء شفت كل الشرور يلي الإنسان ممكن يعملها بس ما شفت كبرياء حلو ما شفت كبرياء فإذا أنت أرجع كافة الفكرة هاو الأخطاء العرضية الأخطاء العرضية مثل ما عم بخبرك بينغفروا أنا بفحص ضميري آخر النهار بصلي بطلب من الرب الغفران بينغفروا حتى بالإداس في واحد تليون ببيته عشي ضروري هيك بينه بين ربه وخصصا بهالفترة بتعرف كنا محرومين نروح للكنيسة وهيك كتير ناس شعرنا عن جد شعرنا أنه كتيرنا هيك مثل خايفانين أنه ما عم قدر نروح للكنيسة عن جد في ناقص في ناقص هائل مش بس ناقص صغير هل ممكن واحد كل يوم ببيته بصلاته اللي بيقوله كل يوم قبل ما ينام عن جد يمحي هالخاطية مثلا نعملها بالنهار هلا أكيد إذا كانت عرضية هي مسئولية مسئولية كل إنسان مؤمن يعمل بآخر النهار فحص ضمير على أساس الحب على أساس وصية يسوع أحبب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وعقلك وأحبب قريبك حبك لنفسك هيدا الحب ثلاثة اتجاهات كل يوم بدي أفحص ضمير عليه آخر النهار قبل ما حط راسي على التكايي بدي أقول أنا عشت بحب صوب الله عشت بحب صوب الآخر عشت بحب صوب ذاتي ولا ميقس وما بحب شكله وما بحب أفكاري وبيقول له للرب ميتمر ليش خلقتني هاك وبعاتبه ما بحب حالي مني مرتاح مع حالي هذا شي خطأ ومع الآخرين ومع الله هذا فحص ضمير يومي لازم أعمله ولكن بتقول كنيسة أقله مرة بالسنة أعمل اعتراف اعتراف عند الكاهن لا لأن الله أعطى هذا السر للكاهن أنه يغفر الخطايا قال له ما حللته يا بطرس على الأرض مفاتيح الملكوت معك ما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء مش بس لبطرس بعدين للتلميذ بيقول له اذهبوا وابشروا واغفروا للناس باسم الأب والابن والروح الكدس بيقول له نغفروا الخطايا ما غفرتموه على الأرض يكون مغفورا في السماء فإذا الرب سلمنا هيدا المهمة هلأ خليني هوني بس قبل ما روح للخطايا المميتة لأنه بعد ما قلت عنها بدي يقول للناس اللي بيقولوا أنه ما بدنا نعترف لها كاهن ما هو مثل مثله هوني بدي أقلهم أنه الكاهن عن جد لأنه بعرف كل العالم بفكر فيها بهالطريقة الكاهن مثلك مثله بالإنسانية بس أبدا مش مثلك مثله بالدار يلي بتلعبه لأنه أنا مش مثل مثل الجندي يلي عم بيحارب على الحدود ويضحي بحاله ما في يقول أنا مثل مثله أنا مثل مثله كإنسان بس هو بدوره هو عم بيضحي وعم بيعمل دوره للآخر الكاهن اليوم عنده دور يكمل اللي عمله يسوع قاله نروح وكمله اللي أنا بلشته هو يسوع سلم تلميز هالمهمة هو يلي غفر الخطايا قاله لتلميز روح وكفه وغفره الخطايا للناس تتوب وتجدد وليش ضروري أنه نحنا نكون عم نتجدد بسر الاعتراف لأنه هو سطل الماء سر الاعتراف بحلة الكاهن لما بيرفع ايده باسم الآب والابن والروح القدس وبالسلطة اللي نعطط له من الكنيسة مش باسمه الخاص كأنه لقت سطل من الماء وغسلنا على المستوى الروحي لأنه نحنا في حدا بيترك حيلو بلا حمام تطلع ريحته الخطيئة كمان عنده ريحة يلي ما بيعرف خليه يعرف الخطيئة عنده ريحة وكل ما يلتقي بحدا الانسان بينقل خطيطه وبيجول كل من وراء خطيطه كورونا المجوية فبنضف الروح لا أسعب خلص الوقت بس فيه أحلى ما نترك الناس بدون جواب بس الخطيئة المميتة يعرفوا الناس شو هي الخطيئة المميتة الخطيئة المميتة هي اللي فيها قرار أنا بقرر أنه أعمل شار أنه أعمل شار واعي كامل بوعي شو عم بعمل وبنفذ هاي الخطيئة المميتة لمن هاو الثلاثة يلتقوا مع بعضهم صارت خطيئة مميتة أنا واعي كامل الوعي أنا عم بقرر وأنا عم نفذ خطيئة مميتة باقي متى بقى كل الخطايا خطايا عرضية بفحص ضميري كل يوم عشية قبل منام وبرى على القليلة على القليلة بالسنة أو بالشهر بعمل هيدا الحمام لما تطلع ريحته وإجوي كل العالم ريحة الخطيئة يعني عن جد لا يؤمل مثل ما بيقولوا من هالتنشئة الرائعة أبونا روي اللي عم تعطينا إيها كل يوم أربعة أنا بدأ أشكرك كتير أسبوع الجيل الله راد عن شو بنا نحكي تنقلونا مشاهدين ينترمونا يارات العالم اللي عم بيحضروا عن جد يحطوا بالكومنت أنا بتمنى عليهم يحطوا بالكومنت باللايف شو الموضوع اللي بيحبوا إنه نحكي عنه رح نتركها مفاجأ على جماعة شكرا لك شكرا على وجودك معنا اشتركوا في القناة